فلان الفلاني مشي من النادي الأهلي أو تم بيعه الأهلي جدا وفلان أو علان العلاني من لعبي فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم تم بيعه أيضا ده مش كلامي ولا كلام النادي الأهلي ده كلام البعض من الناس اللي ما بتحبش النادي الأهلي البعض من الناس اللي ما بتحبش النادي الأهلي دي بتعمل إيه؟ بيطلع يرمي أي إشاعات في أي حتة في أي مكان في أي بطاطس ليه؟ علشان شئ واحد فقط وهو هو شايف أن هناك حالة من الاستقرار هناك حالة من الاستقرار موجودة داخل النادي الألف يطلع أقولك إيه؟ أنا هقول أمثلة بالأسماء علشان يعني يقولك بيرسي تاو مثلا رايح أهلي جدة أنا عريت الحاجات دي بالمناسبة كهرباء رايح النادي الفلاني أعارة خلي بالحضراتكم في بعض البرامج بيبيعوا لعبة النادي الأهلي بروحته من غير ما احنا نعرف ولا جمهور الأهلي يعرف ولا النادي الأهلي يعرف زي ما قلتلكوا كده بيرسي تاو على كهرباء على نادي خليجي على نادي مصري على إعارة على أسلو كذا والمدهش أنه ولا الجهاز الفني ولا إقدارة النادي الأهلي عندهم فكرة عن هذه العروض حتى الآن يا جماعة احنا ملعبناش غير تلات ماتشاط تلات ماتشاط في الدوري ومباراة في السوبر كيف يمكن أن يتم تقييم لاعد وعلى فكرة ممكن يقول إيه ممكن يقول أن عايز فلان من الحتة الفلانية لكن هو حضرتك إزاي اللي بيتكلم من البرامج الأخرى هو حضرتك إزاي خدت قرار بإعارة رحيل لاعد خدتهم إزاي القرارات دي من غير ما النادي يعرف ولا أي حد يعرف كابتن خطيب كان بيسافر شهر ونص لم يكن هناك أي اجتماعات لكرة القدم خلال الفترة السابقة كلها اجتماعات تنسيقية لو في حاجة كابتن خطيب كان بيتابع بالتليفون كابتن بقاله أسبوع أو عشر تيام خلال أسبوع أو العشر تيام دول حصل فيهم اجتماعات مليون في المية أو يعني حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن وجود اجتماعات ولكن كابتن بيبعارف كل حاجة بيقعد مع فلان وعلان وترتان ويقعد مع كل المسؤولين في كرة القدم الكابتن سيد وكل مجموعة الكرة القدم علشان يتكلموا في ما هو قاد لكن أن يكون هناك في مفاوضات بين النادي الآلي وبعض اللاعبين المحليين والأجانب برضو الآلي ما يعرفش شغل السمصرة ده إحنا يعني في حلم منه لأن ارتباط اسم أي لاعب بالأهلي تسويق طبعا لي أي حد يجي يتكلم عن ندي الأهلي أو يقول أن إسلام رايح الأهلي مثلا أنت بتسوى إسلام أنا اللي عايز أقوله هو النادي الأهلي ما بيفكرش هيعمل إيه في يناير مليون في المية مفكرين وعارفين لكن لسه بدري جدا على تقييم اللاعبين على الأقل بعد نهاية كاس العالم مين اللي ممكن يمشي ومين اللي ممكن يقعد وميستر كولر طلباته إيه وكل الكلام ده لأنه من صاحب القرار النهائي والفني مش أنا ولا حضرتك كجمهور ولا أي حد ولا حتى الناس اللي ما بتحبش النادي الأهلي دي لا صاحب القرار الوحيد داخل النادي الأهلي هو المدير الفني أيام ما كان اسمه بمساعدة كل المسؤولين في الكورة وهو نفسه اللي يقدر يقرر من يرحل ومين ييجي وإذا كان هناك قاعدة تكلموا فيها في هذا الأمر هيبقى مأكيد يعني أنا من غير مفكر كابتن خطيب ميستر كولر كابتن سيد هل حد من التلاتة دول مثلا يعني هيطلع يقول أنا عايز فلان أو حنمشي فلان من فضلكم خلينا نتكلم بشكل رسمي دائما بقول لحضراتكم هذا الأمر خلينا ناخد بالنا إن من خلال قناة الأهلي أو من خلال المركز الإعلامي للنادي الأهلي حنعرف كل الأخبار صدقوني إذا كان هناك أخبار حنتكلم فيها أو النادي الأهلي حيعملها خلال الفترة اللي جاية حيتم إزعتها فورا بلاش أخبار الهدف منها هو هز استقرار الفريق وعمل أزمة داخل الفريق الجهاز الفني له كامل الحرية في اختياراته وفي حسم الملفات اللي ليها علاقة بالفريق بعيدا عن أي ضغوطات من وسائل إعلام موسى مصر لازم جمهور النادي الأهلي يبقى عارف كويس أوي إن مثل هذه الأخبار الهدف منها إما تسويقي للإسم اللي حضراتكم أو اللي هو السمصر فلاني الفلاني دا عايز يكلم فيه أو الهدف الآخر هو هز استقرار الفريق